اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هو ادراك الشيء المقمول الهدف هو ان انا ادرك شيء انا بقم لحقه هو ده الهدف فانا لازم يكون عندي طموح علشان يكون عندي هدف ولازم يكون عندي هدف علشان اعرف حقه بس جميل طيب انا عشان اقدر اوصل الى الهدف الاول لازم احدده وناس كتير بتخرج من الجمعة جميلة اتعلمت وخدت شهادة وكل حاجة لكن هو مش عارف وهو هدف وي في الحياة وبالتالي بيقعد صنين طويلة معطل وفي ناس كتير بيبقى كل هدف ان اعتشتغل فبتبقى قاعدة وقف عند النقطة دي انا لو مشتغلتش قاعديني قاعد بقى هو وقف عن ناصية او منزل قابل صحابي وبس هو كل اللي بيعمل ان هو بيصرف فلوس مصروف او اي امان كان ده لو فيه يعني ربنا كرمه بقى اهل وبيدوله مصروف او مفيش او مرمي في الشوائرة بيطر يوضع لقاوه وده وده مش وده مش منطق فهي هتة في الدنيا يعني الوقت مفترض ان الواحد يستغله ويخطط يعمل ينمي يروح يدور على كورسات يعمل حاجات المفروض الواحد يعمل ايه عشان يقضي طبعا زي ما نتقول هايل جدا التحديد الهدف ده شيء مهم لازم اكون عارف الهدف بتاعي وعرف اذا كان قصير المدى ولا طويل المدى كمان يعني لازم اعرف الهدف بتاعي دوت محتاج فترة طويل عشان احققه ولا محتاج فترة قصيرة بس غير تحديد الهدف بعد ما حددت الهدف على فكرة في كتير مننا بيبقى عنده الهدف بس مش عارف يوصله او مش عارف يحققه في حاجات مهمة جدا لازم اكون عارفها كويس قوي وكون مرتبة في دماغي عشان اعرف اوصل الهدفي اول حاجة حاجة اسمها الدافع لازم يكون عندي حاجة اسمها الدافع عشان تعمل لي perm Armen sans donner الدافع اوصل الهدفي انا أحكولك بكثة بسيطة كده هو Unbelievable أن كان في حكيم صيني الشاب يسأله يعنى او يدافع أنا عايزة اعرف ان عندي دافع او 아니 عايزة اعرف ا примلكها الهدفي او لا لان اولا لان اصبح دافع اوصدا فعايزة اعرف ان رادي دافع او لا قالوا انه اقولك حاجة حاجة جميلة قوي عملت لك تجربه جاب إيناء كبير قوي ملاهه ميا ومسك دماغ الشاب الشاب وحط دماغه في الماء. الشاب يحاول يطلع معرفش. حاول يطلع معرفش. والحكيم الصيني عمال يدوس أكتر على دماغه. لحد ما الشاب خلاص خلص كل النفس وحس أنه يموت. فقام بسرعة جداً وقع الحكيم الصيني. الحكيم الصيني قال له في الأول ما كانش عندك هدف. لما كنت سايب نفسك تحت إيدي ما كانش عندك هدف. لكن لما حسيت أنك هتموت لو ما طلعتش هو ده الدافع. فلازم أحس أنه هموت لو ما حققتش الهدف. ساعتها يكون عندي دافع. طول الوقت بيحرقني أن حقق هدفه. ده كلام نظري جميل. لا ده مش كلام نظري. ده كلام. عنده برضو حط حط يعني حط في بلدنا الناس اللي عادة في البيت. ما شاء الله الظروف يعني جميلة في بلدنا. زحمة ثلاث سنين عشان تروح أي مشوار. الظروف مع أداة. البلد حالة اقتصادية مش مزبوطة. عندنا خارجين من دوامة عنف ومشاكل وتحديات. ونازمة بتتحدانا على أرضنا وانه هنفرد عليكم مش عارف إيه. يعني خارجين من استرس جامد بالإضافة للظروف الاقتصادية والظروف السياسية والأوضاع اللي احنا فيها. وانه ما فيش فرص للعمل كتير. يعني حاجات كثيرة قوي. إزاي بقى أنه في وسط كل ده. أنفز واتحرك. لأنه في ناس كتير هتتفرج علينا. جميل. انت كده وصلتني للنقطة التانية. اللي هي حاجة اسمها الاعتقاد القوي. الاعتقاد القوي يجعل تصرفاتنا متماشية مع هذا الاعتقاد. والد ديزني قال كلمة. بالراحة بقى عشان الناس تتبع معنا. حاضر. كلمة اعتقاد قوي يعني أنا كون معتقد بقوة من جوايا. إن أنا مسلا هكون صحفي ناجح. أنا نفسي أكون صحفي ناجح فيبع عندي اعتقاد بقوة من جوايا إن أنا صحفي ناجح. على فكرة حتى لو هو صحفي فاشل هيبقى صحفي ناجح. الاعتقاد القوي لما بيكون عند الإنسان ومصدق نفسه أوي. ده بيخليه تحرك. هو ده اللي بيخليه ما يكسلش ويقعد في البيت. مهما كانت الضغوط والحركة. مهما كانت سورة الضغوط والتحديات. لازم يبقى عندي حركة لو أنا عندي اعتقاد قوي من جوايا إن أنا مثلا صحفي ناجح أو مزيح ناجح أو مدرب تنمية بشرية ناجح أو دكتور ناجح. أي أن كانت الوظيفة أو أي أن كان الهدف اللي نفس فيه. لازم يكون عندي اعتقاد قوي من جوايا إن أنا فعلا هادر حقاو. ده يخليني تصرفاتي تتماشى مع هذا الاعتقاد. طيب أنا أجيب الاعتقاد ده منين إذا كان كل حاجة حوالي مش. ده أنا مش دعو بالظروف. كل إنسان في الدنيا بيواجه ظروف. في كل إنسان في الدنيا الناس. ما كنت أكمل جميلك وقول لي يتغلب إزاي على الظروف دي. لا مع الظروف ديت أنا ما شاعد أبص إن إذا أغلب عليها وانسى هدفي. أنا أتغلب على الظروف ديت بأن أنا حقق هدفي. أنا لو نجحت في تحقيه هدفي. فأنا كده قدرت بخطوة كبيرة قوي أن أنا أتغلب على الظروف. إنت شاطرتك إنك توصل لهدفك. لو وصلت لهدفك كده بقى الظروف. إنت محطهاش في اعتبارك. فأنت كده شاطر وناجح. إنت هتحط الظروف في اعتبارك طول الوقت في ظروف. يبقى خلي بقى الظروف كده. لو قعدت بقى تتفرع في كل تفسير الزرقات تدور على الأسباب وحيك مش هتوصل لأي حاجة. بالضبط. مش بلدنا بس ده في كل دول العالم وفي كل بيوت الدنيا وفي كل حتة في الدنيا. في ظروف في تحديات. لو أنا بقى حتى بقى استطلاها مش هعرف أوصل لهدف. لازم بقى بقى بص لهدفي وطول الوقت يبقى عندي اعتقاد بقوة إن أنا هوصله ويبقى عندي حاجة اسمها دافع. والدافع قلنا عليه إنه هو الرغبة المشتعلة. إن أنا بقى طول الوقت نفسي أوصل لهدفي. لو دول عندي هيوصليني حاجة ثالثة اسمها. أنا أجيب الدافع ده منين؟ هل إن أنا أدور على حاجة بحبها؟ هل إن أنا أقرى؟ هل إن أنا أجيبه منين؟ الدافع ده مهيل ممكن زي ما أنت بتقول كده إن أنا أقرى كتير أتثقف كتير في المجال اللي أنا نفسي هدفي فيه وليكن تربيت أبنائي نفسي يا ربي أبنائي أحسن تربية. أقرى كتير مثلا في تربية الأبناء. لو أنا خدت معارفة كتير knowledge is power. المعرفة هي القوة. لو أنا عندي معارفة كتير عن الشيء اللي أنا عايز أوصله. لو أنا عارف هدفي كويس هقدر أوصله ويبقى عندي دافع أن أوصله. لأن أنا كل ما عرفت حاجة ببقى شغوف قوي إن أنا روح لها أكتر. فلو عرفت هدف عرفت كل المعلمات عنه ده يبقى دافع بالنسبة لي زؤيني إن أنا روح لهدفي. جميل طيب الخطوة اللي بعد كده إيه؟ بعد كده ده يوصلنا بقى تلقائيا لحاجة اسمها الحركة إن أنا بقى هتحرك ناحية الهدف. والحركة بركة. والحركة بركة. يعني أنا لو عندي دافع ناحية الهدف وعندي اعتقاد قوي إن أنا إن شاء الله هقدر حاجة الهدف ده يوصلني الحاجة اسمها الحركة. بعد كده الحاجة الرابعة ديت مفروض تكون معانا في أثناء الثلاث حاجات أصلا. إيه هي هي الخطة. إن أنا أكتب الخطة بتاعت الهدف. وإيه الهدف اللي أنا عايزه. ولازم يوميا يوميا أقرب له ولو خطوة. يعني إيه بقى الكلام ده. يعني أنا نفترض إن أنا نفسي أكون مثلا زي ما قلنا صحفي ناجح. ما ينفعش يوم يعدي إلا وعا الأقل أقرأ مقالة. ومقالة لحد مشهور وحد شاطر جدا وحد أنا بحبه جدا. لازم يوميا أقرب ولو خطوة لهدفي. لو قلت بكرة عمري ما هعمل حاجة. لأن ما فيش حاجة اسمها غدا. العقل ما يعرفش بكرة. العقل يعرف دلوقتي. لازم يوميا أقرب لهدفي ولو بخطوة. بس دي الخطوات المفروض الإنسان عشان بس من منزحمش دماغ الناس. طيب عشان لو الناس لو الناس بتكتبع انت واحد محتاج. واحد محتاج الدافع. اثنين داتقاد تلاتة الحركة. أربعة خطة تقربني. لهدفي. خطوة كل يوم. بالضبط خطة تقربني لهدفي ولو بخطوة كل يوم. إن أنا ما سيبش يوم يعدي علي إلا وقرب لهدفي. على فكرة ممكن يكون الهدف دوت مسلا إن أنا أجمع فلوس كتير. مثلا. طيب لأ أنا أنا أقول لك حاجة فلوس كتير دي حلو. هنرجع لها. لكن تعالى نتكلم مثلا على مثال من الأمثلة العامة عندنا في مصر عندنا مثلا سيخرجين كل تجارة كتير وفي ناس كتير مش لها شغلوا عندنا كساد في سوق العمل. ناخد مثال زي كده. هاي. ازاي ممكن حد يخري تجارة قاعد في البيت دلوقتي يستفيد من كلامنا ده. بدأ ما يقول لك. خارج تجارة. انت خارج تجارة؟ لا. انا خارج فيه جميل. جميلة. لكن هو صور أنه ممكن لك. يا كلام جميل. وطول لنا نقط وقتها. وطول ماشي وبعدين أعمل أنا ده ازاي. طيب. أنا. نقول ببراحك ده ازاي ممكن كل من يقدم بمثال بسيط. ماشي. أنا أقول لك الكابسولة واتصل دايلي إن شاء الله. اتصل بها دايلي. الفكرة أننا لو أنا مسلا خارج وعندي هدف أن نشتغل. احنا اتفاقنا أننا كل يوم لازم أقرب لهدف ده بط. أقرب لهدف ده ازاي. أننا يوميا على الأقل لعمل انترفيو واحد. أروح مكان على الأقل يوميا أعمل في انترفيو. يوميا. ده كده أنا بقرب لهدفي. دي حاجة. الحاجة التانية. زي بقرب لهدف عشان الناس ما يقول لك ما أنا بروح الانترفيو. ده بتديني ثقة. مش مهم ما تقبل. خلينا أنا مكان مكان اللي بيتفرج علينا. يقول لك ما أنا بروح. وفي الآخر ما ما بخدش الوظيفة وبععد وبطلطع. وفي الآخر ما خدتش حاجة. وبتلاقي. يعني هي الكلام اللي هي تقال. وقت لاقي وصايت. وتلاقي مش عارف ايه وبتاع. يعني الحاجات اللي بتتقال كتير في الوضع ده. حقيقي فعلا. مش مهم. مش مهم ما قابلت في شغل. بس مهم أنا أخدت ثقة. زدت ثقة في انترفيو. عشان حتى لو روح تشيرتها. يعني هتعمل انترفيو. ما فيش حاجة اسمها إحباط في اللي عايزي حقق هدف. اللي عايزي حقق هدف. ما ينتظرش إحباط. واحدة واحدة. بقى ازاي مش إحباط لما عندنا مشاق يعني. عنا كنت لدي إحباط تكفي. ما أنا لو عندي ثقة يا ماجد. أنا لو عندي ثقة من جواية في أن فالي. فالي سوري. أنا لو عندي ثقة من جواية. إن أنا هاوصل لهدفي وحققه. لو عندي ثقة من جواية مش هاحبط. لكن لو أنا عندي خلل جواية أو معندي ثقة إن أنا هقدر هاوصل لهدف ده. هفضل طول وقت. أنا لكل عايزه منك يبعدك ثقة. إنه ها توصل الهدف. في يوم الأيام. مش مقايق. انت طول الوقت بتقول مش هيجي اليوم. هو دا اللي بخلي ما يجيش ما دي حاجة اسمها البرمجة السلبية. انا لما عدت طول الوقت. او ما تربطش ما تربطش انه لو ده ما حصلش تبقى نهاية الدنيا يبقى انا كده واقفل. دي دي موجمان في حاجة اسمها البرمجة السلبية ان انا بقعد طول الوقت اقول ما فيش شغل. عمري ما اشتغل. مش هلاقي شغل. بروح انترفيوم وبابلش. مش هتقبل. واقعد كده اجربها مع نفسك اللي بيسمعنا دلوقتي يجرب تجربة بسيطة قوي. يعب مع نفس الواحده كده ويغمد عينه ويقعد يقول انا محبط. دي زي فكرة دا سيكرت. دي زي سيكرت. قانون الجذب. بالضبط. كل ما افكر فيه. اتطلع طاقة ايجابية الدنيا هتجيب لك طاقة ايجابية. هتطلع طاقة سلبية. مش هتشوف غير الطاقة السلبية. لكل فعل رد فعل. اقعد اقول انا محبط عشر مرات. هتلاقي نفسك عمال كده. اقعد اقول انا سعيد عشر مرات. هتلاقي نفسك عمال تتحكي. بس خليك اتأكد انك لوحدك عشان محدش يفتكر ان انك تجنن. فهي الفكرة ان انا لازم يكون عن عندي ثقة من جواي ان انا هوصل الهدف. هتوصله والله باذن الله. مدام عندك ثقة ربنا نفسه انا عمد ظن عبدي بي. والرسول قال تفقله بالخير تجدوه. انا لو تفقلت بالخير وفكرت فيه هلقيه هشوفه بعنايه. طيب انت قلت انه اول حاجة انه ما يعديش يوم على سي خريج التجارة المسالة هنتكلم عنه. ما ينتجش. يسأل يبعد سيفي على اميل. يسأل حد صاحبه على شغل. لازم على الاقل يتكلم يوميا على هدفه. على فكرة ممكن يكون القرب دوت انك تت اتكلم بس يعني تتكلم محد انك عايز اشتغل. ده كده انك بتقرب الهدف اللي هو هدف ان انا عايز اشتغل. فانت على الاقل لو في يوم اتكلمت فيه ان كل ما كل هتكلم فيه. لازم هفكر فيه ولازم هشوفه. طيب دي اول نقطة تاني نقطة تاني نقطة هنرجع للحاجات التانية اللي هي الدافع والاعتقاد القوي ان انا قصك من جواه ان شاء الله هيحصل دوت ولا يكون عندي دافع الدفع دوت اللي هو بيحصل زي ما قلت لك اني حس اني هموت لو محققتش الهدف. لو حصيت ب كده هتبقى طول الوقت عايز تحمل الهدف. دي تطبيقيا البنان المطبقة ازاي. لو في ناس احدا بتكتب ورانا دلوقتي انه طيب انا هعمل الاول انا نقطة التانية ايه اللي هو ممكن يعمله اه ماشي الدافع نقول له يعني عايز نقول له ايه الحاجة اللي اعملها. قلنا الدافع بيجي من المعرفة. لو انا عرفت كتير عن الهدف. ماشي ما انت قولي بقى يعمليه على طول يعني. يتعلم في مجاله يعني هو لو الهدف انه عايز يشتغل يتعلم في المجال ده كويس جدا ويكون محترف فيه عشان يبقى متميز عن غيره. ده يخليه بقى بيروح الهدف هو واسط من نفسه. فيروح الهدف سهولة. بكل بساطة بكل سلاسة. انا لو عرفت معلومات كاملة. يعني يدور يجيب كتب يشوف دراسات. يجيب كتب يخد كرصات زيادة يطور نفسه يشوف ياخد لغة. مستحيل مش هشتغل. لو خد لغة وتطور وخد كرصات وبقى شاطر في مجال التجارة والحسابات على يعني سبيل المسنة. وبقى شاطر في مجال الحسابات وخد كرصات وتحدث مع المجتمع وعمل نفسه مع المجال دلوقتي. مجال الحسابات. هيشتغل؟ لازم هيشتغل. لازم يوصل الهدف. الحاجة اللي انا عايزة منك انك تعرف كتير بس عن الهدف. خلي يبقى عندك معارفة عن هدفك عشان تعرف توصله. اللي بيخلينا نتأخر عن هدفنا فادي. ان انا ببقى مش عارف عنه معلومات كتير. فببقى خايف منه. بيبقى شيء مجهول بالنسبالي. فعشان كده ببقى مكسل دايما. معنديش دافع. طيب. الكلام ده مفروض ن يطبقوا من سن كان. ولا هل مفروض الكلام ده. الكبار اللي بيسمعون اغرزوا في اطفالهم. واللي لسه في المدرسة ممكن يستخدموا ده برضو. عنهي سن اللي يقدر يطبق ده. ولا كله ممكن يطبق. لا اهي. انا بعمل تأهيل. مرحلة تأهيل للطفل. لحد سن تقريبا 12 سنة. بعد 12 سنة لو انا عملت له التأهيل مزبوط. هو اقول لك التأهيل ازاي. بعد 12 سنة لو انا عملت له التأهيل مزبوط. هو بعد 12 سنة. بيبدأ يبقى هو بيقدر يحط الهدف لنفسه. وبيقدر يتحرك. انا اهل طفل ازاي بقى لحد 12 سنة. من سن 3 سنين لحد 12 سنة. احنا مختلط ان احنا بحساب بتقول انه الطفل مصر يبقى اسكي طفل في الدنيا لغاية سن 6 سنين. يعني بفتراض. اه وبعد كده بقى ربنا يكون. يدخل المدرسة يلاقي ان الالف زي كوز الدرة فما يتعلمش حك. ما يبقاش طفل زكي او لا حاج. فهو الطفل انا لازم اتعلم الطفل ايه. حاجة اسمها المشاركة. يعني ايه المشاركة. اشاركه طول الوقت في القراء. حتى هو طفل. حتى في الاكل اللي هتطبخيه. اسأليه. ناكل ايه النهاردة حبيبي. تحب نطبخ ايه. البسي لبسه واسأليه. يتعلم يبقى صاحب رأي. يتعلم يبقى صاحب رأي. يتعلم دايما اشاركه. انا كاب او ام لازم اشارك طفلي. حتى لو لبستي لبس جديد او الاب اللبس لبس جديد يروح يسأله. ايه رأيك في اللبس دوت. ولو خدتوا تشتري له دون ما تشتري له. انت خليه هو ينقي. حتى لو اللبس مش حلو. بس يختاره. يختاره هو بنفسه. طب المشاركة دي بتعمل ايه. المشاركة دي بتوصل الطفل ان يكون عنده ثقة في نفسه. لان رأيه بيتمشي بيه. او رأيه بتنفذ. او بتسمع الكلام. فبعد شوية هيقدر هو يحط النفسه هدف. ويقدر يوصله. لان واثق من نفسه. احنا اتفقنا ان لازم شرط عشان يوصل الى هدف يكون واثق من نفسه. طب انت رأيك ايه في الاهل اللي بي دايما بيح يحولوا يصلحوا لولادهم الاختيارات. لا ده ده ألطف بالشكل ده. النظرية ان هما بيبقوا شايفين بيخططوا لحياة أولادهم. لا الكلية دي هتبقى ألطف لك مثلا. دي مستقبلها هيبقى احسن. بتشوف ده ازاي. الناس دي طبعا موجودة اكتر في حياتنا في مجتمعنا بازد. الناس دي اكتر ناس عرضة للاحباط. بعد كده. يعني اما بيصطدموا بالمجتمع ويسيبوا اهليهم ويتجوزوا مثلا ويعيشوا مجتمع مستقل بذاتهم. الناس د تبقى أكثر عرضة للإحباط. ليه؟ لأنه هو اتعود طول عمره. ما ياخدش رأي. ما يبقاش عنده قرار. فييجي لما يكون قدام قرارات حسيمة. ما بيعرفش يتصرف. فياخد قرار كده طايش وخلاص. فيطلع القرار ناتيكته غلط. فيحبط. في الناس ديت. انت لو عملت في طفلك كده أو في ابنك كده. هتخليه إنسان عرضة للإحباط بشكل سريع جدا. دغوط هتبقى سلبية. الدغوط سيبقى كتير. ودغوط كتير. طول الوقت في دغوط. لأنه ما تعودش يكون عنده قرار ولا رأي. ما تعودش يفكر. الدغوط دي لما تبقى كتير على حد لسه ما عندهش خبرة في الدنيا. وما عندهش معلومات كتير. لسه برضو حدود إدراكه ما هيش واسعة. سقافته مش واسعة. إزاي يقدر ياخد قرارات ويتغلب على الدغوط دي. علشان يقدر ياخد قرارات صحيحة على الآن. هاي. هوا الموضوع ده طبعا بيبقى فيه يعني كلام كتير قوي فيه كرصات كبيرة قوي اسمها فنون اتخاذ القرار. الموضوع كبير شوية بس يعني باختصار كل نقول حاجات سيمبل بسيطة الناس قدر تستفيد بها فعليا في حالة. بالضبط باختصار يعني اللي بيتحس انه بيتعرض لإحباط شديد وبيتحس انه بيتعرض لضغوط رهيبة انا محتاجه بس يفكر في حاجة واحدة بيحبها حاجة واحدة حاجة واحدة بيحبها ويركز فيها قوي ويتعلم فيها كل حاجة ويحاول ينجح فيها. الانسان لو حس وداء طعم النجاح لو حس وداء طعم النجاح بيبقى لحباط صعب عليه يعني لو ناجح مثلا في تربية ولادي وفاشل في شغلي مش هحبط من الشغل لان انا في حاجة عندي قريدي مدياني طعم النجاح فانت عايزك في حاجة واحدة في حياتك تختارها وتركز فيها قوي وتعلم فيها كويس جدا وتحبها جدا وتحاول توصل لها وتوصل لأعلى قمم فيها ساعتها تحس بالنجاح لو حسيت بالنجاح هتقابل كل الضغوط بشكل إيجابي جميل بس أحس بطعم النجاح ولو في حاجة واحدة تختم بيه؟ أختم بالحاجة اللي بحب أختم بيها كل مرة أقول لأوين حلمك بالألوان وياك تنسى أنك إنسان وحاول جرب ليه تتهرب اوعى تقول أنك ندمان مهما هتقسى عليك أيامك قوم وتحمل وانسى ألامك وبكرة هيجي عليك الدور وكله هيسمع صمتك ألامك جميل دكتور مصطفى باشي خبير التنمية البشرية نورتنا جدا ناسف أننا أنا وانتجحنا لك بطمر دكتور مصطفى باشي خبير التنمية البشرية نورتنا وتمنى أنه الناس كلها تستفيد من الكلام ربنا يخديك إن شاء الله ربنا مشاهدينا دي كانت نهاية فقراتنا النهاردة ونهاية حلقة نهارك سعيد وأعتقد أهم حاجاتنا نبيها النهاردة لا إحباط إيوه هو حد يحبط محد الشيارة فين أكد علينا محد الشيارة فين أكد علينا حكفالاتنا إحنا أعظم شعب في التاريخ جيشنا أعظم جيش في التاريخ هنفضل كده وإلي مش عاجبوا الحيطة قدامنا نشوفكم بكرة ألف كر مع فريق عمل جديد صباح لك